موسيقى 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 مساء الخير بداية نشرتنا مع العناوين الرئيس عون على الجميع يعرف أن مهلة السماح انتهت تطورات متسارعة في موضوع سلامي فهل ينتصر القضاء قريبا للعدالة والشعب في مقابل الهجمة الداخلية عليها تضامن ايروبي متزايد مع القضية غادعون الدولار الجمركي وسعر صيرف ماذا حسم مجلس الوزراء اليوم الطفل ريان الى الحرية بعملية املية نوعية موسيقى 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 الثامنة الى ربعا بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر اذاعة صوت المدى ثم تنشر عبر موقع اوتيفي.com.lb وقناة اوتيفي على يوتيوب وحساباتنا على مواقع تواصل تويتر فيسبوك وانستغرام في مقابل التشويش المستمر والكذب المتمادي خارطة طريق كاملة رسمها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في اكثر من ملف في ملف العلاقة مع دول الخليج لفت رئيس الجمهورية الى ان لبنان تعاطى بايجابية معها نافيا ان يكون قد اقترح على امير الكويت ادارة حوار بين اللبنانيين ولافتا الى انه تمنى عليه زيارة لبنان وبطبيعة الحال يمكن ان ذاك البحث في كل المواضيع في ملف التطقيق الجنائي اكد الرئيس عون ان على حاكم مصرف لبنان ريغة سليمي ان يلبي كل طلبات شركة التطقيق وان امامهم مهلة لا تتجاوز هذا الاسبوع للتجاوب لفتا الى ان كيله طفاح من المماطلة والمناورة وقال رئيس الجمهورية على الجميع يعرف ان مهلة السماح انتهت وانا جاد في موقفي اكثر مما يتصور البعض واعني ما اقول والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية قبل ايام هو انذار في ملف الدولار سأل الرئيس عون هل لأحد ان يفسر كيف انه ارتفع ذات يوم الى حدود 34 الف ليرة ثم وصل في يوم احد اخر الى حدود 20 الف ليجيب ليس على علمي انه تم في الاسابيع الاخيرة تطوير الصناعة والزراعة وتفعيل السياحة والتجارة وان العملات الصعبة تدفقت الى لبنان فجأة ولذلك لا يوجد سوى تفسير وحيد وهو ان هناك من يواصل سرقة الشعب وانا لا اعلم كيف ان البعض مقتنع بان السارق يمكن ان يكون منقذا في ملف توزيع الخسائر ما هذه الوقاحة يقول الرئيس عون انهم يلقون على المودعين الجزء الاكبر من الاعباء فيما من اهدر اموال الناس يتحمل الجزء الاصغر فليكن معلوما انني لن اقبل بان يدفع المودعون الثمن الاكبر للحل كما دفعوا الثمن الاقصى للازمة وعن اتهام وليد جملاط له بانه من احرق البلد واوصله الى الانهيار علق الرئيس عون قائلا الاكيد ان المزاجية لا تبني دولة اما عن هجوم سمير جعجع المتكرر عليه فرد بسلسلة اسئلة هل انا اذيت احدا هل انا بنيت قصرا هل انا غدرت بحليف هل انا احترفت التحريض وعن خشيته من انتزاع القوات الاكثرية المسيحية في الانتخابات المقبلة اشار الرئيس عون الى ان هناك حملة تضليل واسعة ستشتاد تباعا لكنني على الثقة تامة في ان الناس يعرفون الحقيقة وكيف يختارون وعن العلاقة مع حزب الله قال الرئيس عون احيانا استغرب بعض خياراته فيما يتعلق بقضايا اصلاح الدولة ولكن المطلوب ان نعالج الالتباسات ونطور التفاهم لا ان نلغيه وفي كل الاحوال لنا عودة الى مواقف رئيس الجمهورية في سياق النشرة غير ان البداية من عودة الطفل راين الى الحرية اذا الطفل راين الى الحرية والتفاصيل في هذا الاتصال مع زميلة جريس مخايل جريس مساء الخير يعطيك العافية كل تفاصيل اطلاق صراحة او عودة الطفل راين الى حضن اهلي معك اتفضل شكرا نطني الله يعطيك بالواقع بعد 24 ساعة على خطف الطفل راين كان عام من امام المحل اللي بيع الملابس في منطقة الحالات تم تحرير هذا الطفل الحمد لله يعني الحمد لله عادة سالما بين اهلي واصدقائي واقاربي مساء هذا اليوم الى منزل طويه الكائن في منطقة حالات فرع المعلومات هو الذي نفذ العملية ولكن هناك مصادر امنية وايضا مصادر مطلعة اكدتها للأتي انه هناك كان تنفيق كبير جدا بين مختلف الاجهزة الامنية والعزكرية في البلاد تقريبا كل الاجهزة الامنية والعزكرية تعاونت سما بينها لاتنام عملية تحرير الطفل راين والتنفيذ الاخير كان على يد سرع المعلومات وايضا اضافت معلومات اوتي دي من المصادر الامنية الرفيعة والمصادر المطلعة انه فعلا هناك تكتم شديد من قبل قيادة جهاز سرع المعلومات هذه القيادة لا تريد اعطاء اي معلومات او معطيات حول ما حصل فعلا او ما هي خلفيات خطف هذا الطفل وخصوصا انه هناك تضارب روايات تضارب كبير في الروايات هناك رواية تقول انه الطفل راين كان عنه لم يكن هو المستهدف بل كان هناك طفل اخر هو المستهدف وهناك رواية اخرى تقول لا الطفل راين كان عنه هو الذي كان مستهدفا ولكن نطالي بالواقع يعني الفيدي المالية التي طلبت طلبت بمئات الاف الدولارات سيدي مالية كبير جدا طلبت لتحرير من قبل الخاطفين ولذي يعرف الوضع الاقتصادي لعائلة الطفل راين يعرف انه هناك خللا ما انه الوضع الاقتصادي عادي جدا ولا يمكن لأهدايا دفع فبية مالية بهذا القبر الكبير اريد ان اشير الان المصادر لفتت عبر الوتي بي الان الوالد تلقى بالانت اتصالا من الخاطفين طلبوا فيه هذه الفبية المالية الكبيرة وايضا هناك معلومات تشير الى هناك توقفات حصل في هذه القضية وصلت الى حد سبعة موقفين حتى ساعة وايضا استخبارات الجيش تنفذ حتى هذه استعالتازات تنفذ مدهمات واسعة في منطقة الشارعون في بعلبك للقبض على مزيد من البطبين وعلى الرأس المددر لهذه العملية وهي اصلا هذه المنطقة التي تم منها تحرير الطفل راين كما اكبت المصادر اريد ان اشير في الشيطان هذا الى انه اطف راين حرر ظهر هذا اليوم ووصل مساء لمنزل دوية في حالات وكان في التقبل والاهل والجيران والأصدقاء كما نرى في الصور وعدد من حالوات المنطقة وعدد تكتل من قوية مؤمنية وعدد طبير من المحبين شكرا لك زميلتنا جريس مخايل على كل هذه المعطيئات في مقابل رجمها داخليا تأييد علني ايروبي للقاضية غادعون هنا بعض الداخل يهاجم القاضية غادعون يخونها يتهمها بتنفيذ اجندات سياسية ويصل الى حد القول انها فقدت صوابها كل ذلك فقط لانها تجرأت على اجراء التحقيقات لمعرفة من المسؤول عن فقدان اموال المدعين وتبديد جن عمرهم ومن تلاعب بالدولار على حساب شعب لبناني كامل علما ان هذه الجريمة كلها حصلت على مرأة ومسمع من مجلس النيابي لم يحرك ساكنا لوضع حد لها في الداخل ترجم القاضي عون اما في الخارج فيلقى عملها دعما علنيا قل نظيره من اكثر من نائب اوروبي وليس اخره ما كتبه النائب في البرلمان الاوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو على تويتر حيث شكر القاضي عون على حربها الشجاعة ضد الفساد في لبنان مؤكدا ان المعاناة المستمرة لهذا الشعب لا يمكن تجاهلها ليختم يجب ان ندعمها يذكر ايضا في هذا الاطار ان النائب كاستالدو كان منذ شهر يشغل منصب نائب رئيس البرلمان الاوروبي قبله غرد ايضا عضو مجلس الشيوخ الفرنسي جويل جيريو على تويتر وكتب شكرا للقاضي غاد عون على عملها الشجاع علينا ان ندعمها فلبنان سيكون بخطر طالما ان المسؤولين عن الفساد في هذا البلد لم يتم احالتهم الى القضاء وختم معاناة اللبنانيين مرفوضة في بلجيكا ايضا لقيت القاضي عون دعما لها حيث اطلق النائب في مجلس النواب البلجيكي مالك بن اشور صرخ طلبا للمساعدة بعدما اعاد نشر تغريدة للقاضي عون وكتب هي صرخة نجدة صرخة عجز في مواجهة بلد ينهار تحت ضربات طبقة سياسية ومالية جشعة وفاسدة دعم كامل للمدعية العامة غاد عون وللصالحين الذين ما زالوا يقاتلون من اجل كرامة اللبنانيين تغريدة النائب البلجيكي هذه اعاد نشرها النائب السويسري فابيامولينا الذي كان قد زار لبنان اواخر العام 2019 وعاد الى بلاده مطلقا صرخة مدوية من هناك للمطالبة بالتحقيق بمليارات دولارات اللبنانيين التي هربت الى مصارف سويسرية كل هذا الدعم يترافق مع ما كان صرح به امين عام الامم المتحدة انطونيو جوتيريس خلال زيارته الى لبنان في كانون الاول الماضي حيث اعتبر ان الانهيار المالي في لبنان كان نتيجة بونزي سكيم او عملية احتيال كبرى وللتذكير فان هذا الكلام لم يأتي على لسان خصوم الحاكم المركزي مثلا او الخصوم السياسيين لما يعرف بالدولة العميقة في لبنان بل قاله احد ارفع المرجعيات الاممية واذا كان جوتيريس قد قالها بشكل مباشر وعلني فتصريحات عشرات المسؤولين الدوليين تتلقى معه من خلال مطالبتها بالاصلاحات ودعم التدقيق المالي الجنائي الذي يخوض حربه وحيدا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ما يؤكد ايضا اهمية التحقيقات القضائية كمدخل اساسي لكشف الحقائق محاسبة المرتكبين ووضع قطار الاصلاح على السكة اذا اكل ما سبق الا يخجل من يصوب سهامه باتجاه القاضي عون مثبتا ان بعض النواب الاوروبيين احرص على مصالح اللبناني من حرصه هو عليها ليست غادعون التي فقدت صوابها بل هي التي افقدت المنظومة صوابها علق مصدر سياسي عبر الو تي في الى ذلك نقل المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى توضيحات النائب العام الاستنافي في جبل لبنان القاضي غادعون حول ما طرح اخيرا عبر الام تي في وجاء فيما يلي ان ما تقوم به محطة ام تي في منذ مدة من تهجم ضدي وبث افتراءات والقول تارة باني شاهد زور او اني فقدت صوابي هو مدعاة للاستهجان كونه حاصلا فقط على خلفية ملف انظر فيه وان اقوم بابسط واجبات مهنية في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة واضافت القضيعون ان التمادي بهذه الطريقة في تهجم على قاد على خلفية ملف قضائي بقصد ترهيبه يشكل طعنة في صميم العمل القضائي وختمت القضيعون محتفظة بحقها في الادعاء سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عبر صحيفة الجمهورية في حديث الى صحيفة الجمهورية اكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ان لبنان تعطى بايجابية مع الورقة الخليجية موضحا ان هناك بنودا وفقنا عليها وهناك بنود اخرى تنطوي على نقاط دقيقة اقترحنا ان تتم نقشتها مع لجنة خليجية مشتركة واشار الرئيس عون الى ان الرد الاولي للوسيط الكويتي على الجواب اللبناني كان ايجابيا ومتفاهما ونحن ننتظر حاليا رد السعودية والامارات وينفي رئيس الجمهورية ان يكون قد اقترح على امير الكويت ادارة حوار لبناني لبناني لافتان الى ان الدقيق هو انه تمنى عليه في رسالة نقلها وزير الخارجية زيارة لبنان لترحبه وبطبيعة الحال يمكن ان ذاك البحث في كل المواضيع التي تهم البلدين ومنها العلاقات مع الدول الخليجية على جبهة المصرف المركزي يقول رئيس عون ان على حاكمه رياض سليمي ان يلبي كل طلبات شركة التطقيق الفاريز ان مارسل وان امامه مهلة لا تتجاوز هذا الاسبوع للتجاوب لافتا الى ان كيله وطفح من المماطلة والمناورة ويضيف على الجميع ان يعرف ان مهلة السماح انتهت وان الوقت اصبح ثمينا جدا بالنسبة اليه ولم يعد في استطاعة ان اصبر واتساهل ازاء الامعان في اضاعاته واهداره عن سابق تصور وتصميم وعندما يسأل رئيس عون عما يمكن ان يفعله اذا لم يتجاوب سليمي معه يجيب عندها يكون في موضع مخالفة قرار مجلس الوزراء وهذا امر يرتب تبعات قانونية وسياسية ويلفت الى ان لسليم مشكلات قضائية مع سبع دول اوروبية نافيا ان يكون هناك توزيع ادوار بينه وبين القاضية غدعون وجازما بانه لا يضغط عليها ولا يتدخل في ملفاتها او ملفات قضاة اخرين والدليل انه عرف في هذه اللحظة من المستشار الاعلامي رفيق شليلة انها اصدرت مذكرة احضار في حق رياد سليمي وحول توزيع الخسائر يسأل رئيس عون كيف سنطلب من الناس القبول بمزيد من التذويب لودائعهم وحقوقهم بينما لا يوجد بعد في السجن ولو شخص واحد من اولئك الذين سطوا عليها وتسببوا في افقار اصحابها وليكن معلوما انني لن اقبل بان يدفع المودعون الثمن الاكبر للحل كما دفعوا الثمن الاقصى للازمة كما قال وردا على اتهام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي له بانه من احرق البلد واوصله الى الانهيار يرد عون مستهجنا هل انا الذي وضعت يدي على المال العام هل انا الذي كنت شريكا في السياسات الاقتصادية والمالية الملتوية المعتمدة من عام 1992 وحتى الامس القريب هل انا من يحمي مهندس الافلاس والانهيار هل انا من تورط في الفساد منني احاربه عبر الاصرار على التطقيق الجنائي ويتابع اصلا تحتار مع اي ولي جملات ينبغي ان تتكلم وهو الذي يصح فيه القول اذا كان معك انتظره ان يتركك واذا كان مع غيرك انتظره ان يعود اليك الاكيد ان المزاجية لا تبني دولة اما هجوم رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع المتكرر عليه فيرد عليه رئيس الجمهورية ايضا بالاسئلة الاتية هل انا اذيت احدا هل انا بنيت قصرا هل انا غدرت بحليف هل انا احترفت التحريض ويضيف ليخبرنا سامير جعجع عن انجازاته فلتكن لديه جرأة ان يجري جردة حساب ويخبرنا ماذا حقق للبلد وما هي المشاريع الايجابية التي نفذها شغل الشيغل التحريض والدعوى الى التنحي تصور انه كان قد التزم مر بان يمنح الرئيس سعد الحريري اصوات القوات اللبنانية خلال مشاورات التكليف فنام الرجل رئيسا مكلفا ثم استفاق منسحبا بعدما خذله جعجع وتراجع عن تأييده يقول الرئيس عون هو الان يظن انه سيستطيع وراثة القاعدة السنية انما لا اعتقد ان سنة بيروت سيجارونه بعد الذي فعله مع زعيمهم ولا سنة ترابلس سيدعمونه بعد الذي فعله مع زعيمهم ايضا قبل عقود ويتابع الخصوم السياسية الشريفة مشروعة ولكن لماذا خطاب الكرهية والشحن ضد الاخر اما في موضوع التفاهم يجيب عون جازما التفاهم مستمر ولا فراق بيننا وبين حزب الله نعم يحصل احيانا برود او جمود كما جرى اخيرا نتيجة التباينات في مقاربة بعض الملفات الداخلية واحيانا استغرب بعض خياراته فيما يتعلق بقضايا اصلاح الدولة ولكن المطلوب ان نعالج الالتباسات ونطور التفاهم لا ان نلغيه وبالتالي فان الامور لا تصل الى درجة الافتراق يكفي هذا التفاهم انه صمام امان ضد الفتنة الداخلية والحرب الاهلية ويشير الرئيس عون الى ان هناك حملة تضليل واسعة تحصل حاليا وستشتد اتباعا للعب على العواطف الناس واخذهم الى خيارات غير واقعية لكنني على ثقة تماما في ان قواعد التيار تعرف الحقيقة وتعرف كيف تختار نيابيا ويؤكد ان كل التدابير اللوجستية على هذا الصعيد والتقنية التي تتطلبها الانتخابات صارت جاهزة او هي قيد الاتمام وبالتالي نحن نتصرف على اساس ان نكون مستعدين لاجراء هذا الاستحقاق الا اذا استجد سبب قاهر داخلي او خارجي يفرض التأجيل وهذا ما لا اتمنى وفي ملف الاستحقاق الرئاسي يوضح رئيس الجمهورية ان ما يعنيه بالدرجة الاولى هو ان ولايته تنتهي في 31 تشين الاول وان ساغادر القصر الجمهوري حتما في هذا التاريخ يقول عون حتى لو لم يتم فورا انتخاب الرئيس الجديد المهم ان تكون الحكومة موجودة لكي تملى الفراغ وعن احتمال زيارة سوريا لا يوضح انه مستعد لزيارتها ولا منع امام حصولها اذا وجدت ان هناك موجبا لها وفي قصر بعبدالتقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد والاحداث التي وقعت اخيرا ومنها اكتشاف شبكة التجسس لحساب اسرائيل وحادثة خطف الطفل ريان كانعان التي انتهت بتحريره من ايدي خاطفه وتطرق البحث الى تحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة اكد وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي عقب انتهاء اجتماع الحكومة المخصص لاستكمال دراسة مشروع موازنة 2022 ان الاجتماع المقبل سيكون في القصر الجمهوري بهدف اقرار الموازنة ريثما يجهز المشروع ولفت الحلبي الى ان مجلس الوزراء سيطبق سعر صرف منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي على المعاملات الجمهورية للواردات في ميزانية 2022 وكان كلام لوزير الطاقة وقد اكد المجلس على اعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والادوية من اية رسوم واعباء مهما كان نوعها كما اقر اعتماد سعر صيرفة للدرار المستوفى على البضائع المستوردة على ان تسري هذه الاحكام عند اقرار الموازنة بالنسبة للسلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وبناء على اقتراح وزير الطاقة تقرر ان هذه السلفة معلقة موافقة عليها لما بعد اقرار مجلس الوزراء لخطة اصلاح القطاع التي اعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريبة انه من اول ما ابتدينا العمل بالقطاع الكهرباء لما استلمنا بالاول لليوم نحنا بلورنا خطة ابتدت بخطة قصيرة الامد واستكملناها لحتى صارت خطة طويلة الامد وهلأ عمنا نوضع عليها اللمسات الاخيرة تكون هي خطة جاهزة عرضنا بنودة العامة خلال جلسة مجلس وزراء كان عليها صدى ايجابي لانه ما كان فيه بشكل عام يعني اعتراضات وهيدي الخطة انتو بتعرفوا اذا واحد بده يعمل ميزانية موازنة مضبوطة بده يحط اهداف شو اهدافنا نحن قالنا من زمان قطاع ما هدفه الربحية هدفه تمكين الاقتصاد والوقوف بجانب المواطن لتأمين العيش الكريم هيدول هن الهدفين الاساسيين حطيناهم بأول الطريق ومن خلال هالاهداف منزلناهم وحولناهم لخطة للنهوض بالقطاع اكد وزير خارجية دولة الفاتيكان المترامبول ريتشارد جالاگير عقب لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان ان النقاش كان ايجابيا خصوصا حول حوار الاديان بين المسلمين والمسيحيين وتم البحث ايضا حول الوضع في لبنان واهمية دور المسلمين والمسيحيين في المساهمة في مستقبل البلد ودور سماحته في لبنان والازمة الحالية جالاگير التقى ايضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ايضا رئيس الحكومة في اطار تنسيق بين الطرفين التقى النقى بن اولى صحناوي امين عام حزب التشناق النقى باكرا دونيان وجرى البحث في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة حيث اكد الطرفان ان التحالف السياسي مستمر بين التيار الوطني الحر وحزب التشناق فيما التوازنات الانتخابية في ظل القانون الحالي تدفع للبحث بجميع الخيارات وذلك لمصلحة كل طرف منهما وقد نفت طرفان كل الاشاعات والتحليلات الصادرة في هذا السياق كما تم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة بين الفريقين فاصل ونعود اهلا بكم من جديد اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان الجيش الامريكي ازال من ساحة المعركة زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابا ابراهيم الهاشمي القريشي خلال عملية جرت في شمال سوريا ليل الاربعاء الخميس واشار بايدن الى ان جميع الجنود الامريكيين سالمون معلنا انه سيتوجه بكلمة الى الشعب الامريكي لاحقا خلال نهار وكان مسؤول كبير في البيت الابيض كشف من جهته ان زعيم تنظيم الدولة الاسلامية قتل عندما فجر نفسه اثناء عملية نفذتها قوات امريكية خاصة دعا وزير الدفاع الاسرائيلي بني جانس الى تعميق تعاون الاقليمي بين اسرائيل وحلفائها لمواجهة التهديدات البحرية والجوية وذلك في خلال زيارة لمقر الاسطول الخامس الامريكي في البحرين قبالة ايران واجرا جانس وهو اول وزير دفاع اسرائيلي يزور البحرين جولة على متن المدمرة الامريكية يو اس اس كول التي من المقرر ان تتجه الى ابو ظبي لمساعدة الدولة الخالجية الحليفة في التصدي لهجمات المتمردين الحوثيين كما قال الى احوال الطقس مع نيرمين مصر الخير منخفة جوه رح يأثر على اجوانه بيستمر للسبت بيحمل معه الامطار والسلوش على المرتفعات اذا جو ماطر لبكرة وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية نبدأ من شمال واكار عم بتسجل 11 درجة ترابلوس العاصمة بيروت واسور عم بسجله 14 من تقل الى بعلباكالية عم تسجل 4 درجات الاقلوق درجة تحت الصفر زحلة 5 درجات واجزين 6 درجات نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل لـ 80% عم بتكون مرتفعة الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين العشرين وبتوصل ببعض الاحيان للـ 60 كم بالساعة اما حال البحر فمرتفع الموج اذا نشيل الاجئة اللي بانتظارنا للأيام القادمة للجمعة من عضلة طقس البارد والماطر والسلوش تتساقط اعتبارا من 1300 متر ليتدنى مستوى تساقطة ليلا ودرجات الحرارة بتسجل ساحلة 14 درجة للسبت جونا بيستمر غائم وماطر حتى فترة بعض الظهر ليستقر تدريجيا ودرجات الحرارة بتسجل 16 درجة اقصاها ساحلة للأحد والتنين منخفض جديد رح يأثر على أجوائنا بيبدأ بالقسم الثاني من النهار للأحد وبيستمر للتنين ودرجات الحرارة بتسجل اقصاها نهارا 16 درجة لنهار الأحد وبتنخفض ل13 درجة لنهار التنين وصلنا لختم صفحة الأحوال الجوية للليلة لقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت تصبحوا على خير ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر شكرا إلى اللقاء